من موجزة الأخبار سوف ننتقل الآن إلى أبرز عنوان الصحف المحلية والعربية والمواقع الإلكترونية الصادرة لهذا الصباح. بداية هذه الجولة ستكون مع صحيفة الجمهورية والتي عنونت تسوية فرنجي السلام منجزة وترجمتها تنتظر الإخراج. إذ يؤكد المتتبعون لمجريات الاستحقاق الرئاسي ومتطلباته أن ما كتب في شأنه في الغرف المقلقة قد كتب. وأن كل المحاولات الجارية لتغيير المكتوب لن تجدي نفعا. ومن اليوم وحتى ذلك الأربعاء الكبير يوم انعقاد الجلسة الانتخابية الرئاسية الثانية عشرة. ربما تحصل تطورات كثيرة في المواقف سواء سبقتها زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريون أو أعقبتها. وهذه التطورات ستكون في خدمة التسوية التي أرسيت دعائمها منذ أشهر. والقائمة على معادلة سليمان فرنجي رئيسا للجمهورية ونواف سلام رئيسا للحكومة. وإن كان البعض يقول أن اسم سلام متحرك لمصلحة أسماء أخرى متداولة في الوسط السياسي عموما. وفي البيئة الإسلامية السنية خصوصا. ففي الآوينة الأخيرة يقول سياسي لثيق بالاستحقاق أعيد تأكيد هذه التسوية في اتصالات أجرتها باريس في تجاهات عدة. وخصوصا مع الرياض وبيروت. وجاءت نتائجها توافقا جديدا عليها. ولكن ما يعوزها إلى الآن هو الإخراج المطلوب الذي يعمل المعنيون على تظهيره. ولكن هذا الواقع يقول هذا القطب السياسي يعكس أن المعارضين لترشيح فرنجية يعيشون حالة من الإرباك لعدم وضوح مواقف بعض العواصم المهتمة بالشأن اللبناني. خصوصا أن اتصالاتها معهم لم تتبلور لديها حقيقة هذه المواقف إلى الآن. ربما لأن توقيت البدء بالترجمة العملية للحل الرئاسي اللبناني لم يبدأ بعد. وذلك في ضوء المتغيرات الأقليمية الجارية والمتلاحقة. ما يجعلها تتريث في كشف كل التفاصيل. من الجمهورية سوف ننتقل أيضا وفي الملف الرئاسي إلى صحيفة الأخبار. الرئاسة معركة أصوات الدورة الأولى بكيركي تقود جمع الناخبين لأزعور نريد 65 صوت من الدورة الأولى. إذ تبين أن الحوار الذي كان مفترضا أن تقوده بكيركي حول الملف الرئاسي. لا يعد كونه جولة علاقات عامة. عنوانها تثبيت ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور. وهو يترافق مع نشاط محموم من جانب القوة التي رشحته وفي مقدمها بكيركي. وطبعا هذه الجولة هي لتوفير 65 صوتا من الدورة الأولى. بعدما ثبت الرئيس نبيه بر للجلسة في موعدها المقرر. لم تصل إلى بيروت حتى الآن إشارات خارجية جديدة. باستثماء وسطات تتولاها دولة عربية تحت عنوان فتح كوة في جدار الصمت بين الأطراف الرئيسية. وفي غضون ذلك يفترض أن تعود إلى بيروت خلال الساعات المقبلة السفيرة الفرنسية في لبنان أنجيو. والتي طلب مكتبها مواعيد مع عدد من المسؤولين. لإطلاعهم على خلفية قرار الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون. تعين الوزير السابق جان إيف لودغيان موفدا خاصا إلى لبنان. فيما لم يعرف ما إذا كان الأخير سيزور بيروت قريبا. حتى مساء أمس كان الباتريوليك الراعي قد تواصل شخصيا مع عدد من النواب المسيحيين المترددين. وذلك بغية إقناعهم بأن التصويت لأزعور هو تصويت لبكركي. فيما واصلت قيادة أتالي وطني الحر العمل مع النواب المعترضين لإقناعهم بتغيير رأيهم. كذلك مع كتلة حزب التشناق الذي لم يعلن موقفا نهائيا بعد. وعلم أن الاتصالات والضخوط التي يقوم بها داعم أزعور والوزير السابق سلمان الفرنجي تتركز على النواب الذين يقفون في الوسط. بغية جمع أصواتهم في الدورة الأولى لصالح أي شخصية من المرشحين. إلى صحيفة نداء الوطن. ولكتس تناولت مسألة قضائية أوروبية ترتبط برئيس الحكومة نجيب مقاطي. مقاطي إلى تحقيق الأوروبي إنها مسألة وقت فقط. فملف الإدعاء الأوروبي على حاكم مصر في لبنان رياض سليمي يقترب من الاكتمال في عدد من الدول المعنية. بين أن الشبهات تتجاوز رياض سليمي ومن ذكرت أسماؤهم حتى الآن. فبعد الإدعاء على الوزير السابق رئيس بونك الموارد مروان خير الدين. هناك مفاجآت في الطريق وفقا لمصدر قضائي مطلع. ويقول المصدر لن نفاجأ بطلب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب مقاطي إلى التحقيق أمام قضاة أوروبيين. كشاهد في المرحلة الأولى كما حصل مع غيره في هذه القضية. على أن يصار لاحقا إلى تقييم شهادته ليبنى على الشيء مقتداه. مشيرا إلى أنها مسألة وقت لا أكثر وقد تتسارع الأحداث بعد خروجه من رئاسة الحكومة. هذا وأشار المصدر إلى مدخلين للقضية. الأول بالدعاء عليه من ناشطين حقوقيين ومتضررين كما حصل في ملف رياض سليمي. أما المسألة الثانية فتتصل بورود اسم شركته المالية في عمليات وتحويلات مع شركة لآل سليمي. هذا وكانت إمارة ليشتنشتاين طلبت سابقا مساعدة القضاء اللبناني في دعوة الاختلاص. المقامة ضد سليمي. وهي سألت عن علاقة مالية بين سليمي. وشقيق رئيس الحكومة النجيب ميقاطي. وعن تحويلة مالية بين شركتينهما. وهي حصلت في العام 2016. مع الإشارة بأن هذا العام هو عام إطلاق الهندسات المالية في مصرف لبنان. والتي استفدت منها العديد من المصارف. وشخصية السياسية الوازنة في لبنان. ننتقل الآن إلى موقع أساس ميديا. وبطبيعة الحال نعود إلى الملف الرئاسي والقراءات السياسية المرتقبة قبل جلسة الأربعاء. لماذا يرفض أثنائي الشيعي جهاد أزعور؟. فكتبت الصحفية مالك عائل. رفض رئيس حزب القوات اللبنانية سامير جعجع اسم زياد بارود. ومشى بعد فترة تردد فيها باسم أزعور. باسيل كان في البداية فضل بارود. لكنه أيضا مشى بأزعور. فالمهم الإطاحة بفرنجية. وحزب الكتائب اللبنانية رأى فيه البروفايل الملائم للمرحلة. وإن على صراخ النائب نديم جميل عندما قال مش عارفين بعد إذا مرشح للرئاسة أو لا. تفيد المعلومات أن الحزب أبلغ أزعور مباشرة أن فرنجية هو مرشح الثنائي الشيعي. ولتكن اللعبة ديمقراطية. في المقابل لن يمشي أحد من النواب المعالين لفرنجية بأزعور عن معرفة بشخصه. وإنما البعض تعرف عليه أخيرا عبر تقنيات سكايب. نواب حركة أمال يصفون أزعور بالخيار التعطيلي والتخريبي. ونواب الحزب يلون فيه مرشح الخضوع والإذعان والإستسلام. وفي السياق العام تكتسب معركة الثنائي ضد مؤيدي جهاد أزعور الأربعاء المقبل طابعة تكسير الرؤوس. فهل قرر الثنائي الشيعي خوض معركة تكريس الحجم النيابي الفرنجية على قاعدة؟ اللهم أننا حاولنا مع العلم المسبق بصعوبة تخطيه لرصيد أزعور بالأصوات. وفق معلومات أساس ميديا لم يؤدي اللقاء الذي جمع أزعور مع أحد نواب كتلة الوفاء للمقاومة قبل أسبوع. إلى أي تبدل في نظرة الحزب إلى ترشيح الموظف في صندوق النقد الدولي والتي تمثل مرحلة كرست برأي مقربين من الحزب. مشروع انقلاب حقيقي على المقاومة. وفعليا في كواليس الحزب هناك من كان يحذر من معادلة مسيحية ثلاثية مارونية تحديدا. قد ترسمها تطورات المرحلة في حال لم يتم التمسك بترشيح فرنجية. تقول شخصية قريبة من الحزب تخيل أزعور رئيسا للجمهورية وحكومة تكنقراط كرئيسها. ثم يعين قائد للجيش وحاكم لمصر في لبنان. وكل هذه الأمور وفق خيار أمريكي محض. الموضوع الأخير الذي سنقف معه اليوم ورد في صحيفة نداء الوطن والأزمة المالية القائمة. بفعل الأزمة الاقتصادية وعدم صرف الميزانية في الحكومة اللبنانية رواتب القطاع العام إلى 7100 مليار ليرة شهريا. وطبعا مع أعلان وزارة المالية نهار البارحة بأنه لا يمكن أعطاء كل موظفي القطاع العام رواتبهم قبل نهاية الشهر أو حتى حديدا قبل عيد الأضحى. فقد عاد ملف رواتب القطاع العام إلى الواجهة مجددا بعد أن صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة المالية. بيان جاء فيه أن وزارة المالية لن تستطيع صرف الرواتب والتعويضات والأجور والزيادات. بطبيعة الحال عدم قبض الموظفين هذه الرواتب سببه أن وزارة المالية تواجه معضلتين الأولى بسبب غياب الموازنة والتي تحدد الاعتمادات الموجودة فيها للرواتب والأجور. أما الموازنة الثانية فهي أنه على المدى القريب أي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. إذ بيئي يتوجب على الحكومة تأمين الأموال لدفع الرواتب من عائدات الدولار الجمهورية على سعر 85 ألف ليرة. أما بعد مضي هذه الأشهر فقد تواجه مشكلة بشأن تأمين الرواتب إذا تراجعت هذه العائدات. وحصل انكماش اقتصادي خصوصا بعد انتهاء موسم الاستياف. بلغة الأرقام لا بد من التذكير أن كلفة الرواتب والأجور قبل الأزمة كانت 800 مليار ليرة شهريا أي 9600 مليار ليرة سنويا. هذا ويشرح مدير عام وزارة المالية جورج معراوي لنداء الوطن أن لا رواتب في حزيران لأسباب تشريعية تتعلق بعدم إقرار مجلس النواب قانون نقل اعتمادات جديدة. لكن كلفة الرواتب مع بدر النقل ورواتب المقاطق قاعدين تبلغ نحو 7100 مليار ليرة شهريا.